تفقد وزير البنية التحتية أدم يونسيمي برفقة عدد من مساعده سير العمل بمشروع تعبيد الطريق الذي يربط شات بجمهورية النجر الذي يمر بمدينة ريجريك الواقعة بأقليم كانم حيث استمع الوزير إلى شروحات مفصلة حول المشروع تقرير أحمد ياسين أبو رحمان بعد 11 شهرا من بدء العمل بمشروع تعبيد الطريق الصحراوي الذي يربط بين شات والنيجر بدءا من ريجريك إلى الحدود النجرية وتحديدا منطقة دابوة بطول 93 كم وأن هذا المشروع سيقدم خدمات كثيرة للمواطنين بالدولتين خاصة سكان المناطق الحدودية كما سيرافق تعبيد هذا الطريق تنفيذ مشاريع تنموية كبناء ثلاث مدارس وثلاث مركز صحية وعشرين بئر ارتوازيا تعملوا بالطاقة الشمسية وبناء أسواق للمواشي إضافة إلى تسهيل حركة تنقل البواطنين من وإلى وتنشيط العمل التجاري بين البلدين وعليه فقد تفقد وزير البنية التحتية وفك العزل آدم يونسمي مدى سير وتقدم العمل بهذا المشروع الحيوي حيث استمع الوزير والطاقم الإداري المرافق له إلى شروحات المهندسين والفنيين والمشرفين على تنفيذ المشروع ومسؤولية الشركة الصينية المنفذة للعمل منطق اللي يجي من جمينا يعني صوبات كثير لكن الحمد لله ماشي كويس ماشي كويس ونرجو حسا يعني قريب نصف الطريق ده كمل فهم ما نصف اين تير يعني ربط تلتا وكمل ونصف ده التراسما يعني الترافو ده مش بايد من قريب حواري 70 كيلومتر وان شاء الله ما اشيناه الطريق كمل يعني شهري 10 عام 2018 وقدر ده ان شاء الله نكمله لكن عندنا نرجو نوفد من نيجر عشان نهده في الهدود ده منطقة أنا الشرطة أنا الدرك الوطني وشرطة الوطني والدوان لكل يقود يعني النزام الجديد يعني كل يقود في محل منطقة واحد بس يبقى ان نشير بان العمل بالمشروع شهد تقدما بنسبة لا بأس بها حيث نفزت الشركة 9 كيلومترات معبدة و34 كيلومترا بشكل مبدئي وتقدر القيمة الاجمالية للمشروع ب54 مليار فرنك سفا موزعة بين البلاد وشركاء التنمية